أعلن فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المثنى إكمال تجهيز الوكلة بالوجبة الأولى من مفردات السلة الغذائية لعام 2022. تجهيز جميع المواد لامست المئة بالمئة باستثناء مادة الرز التي تأتي تباعاً ويتم تجهيزها مثلما رصدت عدسة كاميراتكم ونحن في هذا الوقت مقبلين على شهر رمضان المبارك وتم استلامنا لمفردات السلة الغذائية الحصة الثانية والاستلام مستمر العمل فيما يخص عمل كوادرنا مستمرين بالعمل بعد نهاية الدوام الرسمي ولا يستثنى من ذلك أيام الجمعة والعطلة الرسمية خدمة لصالح العام آلية توزيع مفردات السلة الغذائية بموجب توجيهات وزارة التجارة ومركز عام الشركة ابتداءاً بالمناطق الأكثر فقراً والمناطق النائية نزولاً إلى مركز المحافظة نعم وتم مؤخراً إدخال بعض مراكز التومين التي هي أساساً داخل مركز المحافظة ضمن بين المراكز الأكثر فقراً ترجمة نانسي قنقر